بعازل من وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري زارت لجنة من وزارة التجارة محافظة نيناء وللاطلاع على آلية توزيع السلة الغذائية بعد الارتفاع الكبير في أسعار المواد في الأسواق وتم إطلاق حصة المطاحن من الحبوب من أجل تجهيز المواطنين بمادة الطحين فيما تم التوجيه بتوزيع مادة الزيت والطحين أولا على سكان الأحياء الفقيرة في المحافظة في الوقت نفسه تم إلقاء القبض على عددا من التجار الذين احتكروا المواد وتلاعبوا بأسعارها احنا وجهنا كوادر الرقابة الموجودة في محافظة نيناء ووجهنا أيضا فرعنا التمويني في محافظة نيناء اليوم أي وكيل يتلاعب بمفردات البطاقة التموينية راح تكون تتخذ بحق إجراءات رادعة أول هذه إجراءات هي إلغاء الوكالة وأيضا اتخاذ إجراءات القانونية بحق تم انخفاض سعر المواد زية تسعى تقريبا عندنا بثلاثة ثلاثة ومئتيين دينار سعر البطل اللتر تسعمية الفين وثمانمائة وخمسين تم توزيع الطحين إلى مناطق البعاج والقيروان وناحية الشمال وقيارة وناحية النمرود إضافة لمراكز داخل المدينة حي عدن واليرموك حقيقة التجهيز مستمر للحصة الثانية من مادة الحنطة إلى مطاح المحافظة نينوة وبشكل انسيابي وبخصوص الموسم التسويقي القادم طبعا توجهات معالي الوزير بلقاء لمجموعة من الفلاحين المحافظة نينوة وكذلك الجمعيات الفلاحية ومعرفة رغباتهم ومدى رغبتهم في التسويق لدى السالوات في الموسم القادم